هو لا غنى عن الاثنين يعني ممكن يبقى واحد شهيته بعافية حبتين ومعدل الأكل اللي بيأكله نوعا يعني كما وكيفا مش قد كده فيبقى اعتماده الأكبر على المكملات ويبقى بيطعم بالغزة مش العكس ينفع كده طبعا حردك بتقول يا كريم الشهية العالية ده عمال بقى يأكل مسبكات ده بالعكس ده اللي عنده نقص يعني عنده مشكلة ما عنده الشهية قوي وبالتالي كميات الأكل ونوعياتها اللي بيأكلها على مدار اليوم مش قد كده مش قد كده ممكن يعتمد أكتر على المكمل طبعا طبعا مهم جدا المكملات الغذائية لا غنى عنها واحنا شايفين على الشاشة دلوقتي نقص الفيتامينز يعني فيتامين اي بيدي جفاف للبشرة والعيون ومهم اقول صحة العين هتا هنقراه دلوقتي في صحة العين اللي هو البليرد فيجين البليرد فيجين بالعربي بالزبط دي نقص في فيتامين بي عندي كمان بليرد فيجين فيتامين بي شايفين تنميل في الايد والرجل زي ما انا قلت ارهاق واكتئاب فيتامين سي نزيف اللاثة والأنف جفاف وتقصف الشعر فيتامين دل طبعا مهم جدا برضو بنستمده من أشعة الشمس لو نقص عندي باخد السابلمنت بتاعه ألم في المفاصل والعضلات ساقط شعر ارهاق عندي فيتامين اي ده اقوى اللي هو فيتامين اي اقوى مضادة اكسدا مهم ادعم جسمي بالانتي اوكسدنت ضعف الخصوبة ضعف المناعة جفاف الجلد وعندي الزنك كمان بيساهم في ضعف الخصوبة دي اعراض نقص الفيتامينات مع الحاجات اللي انا قلتع بحاجات كثير وفي اماكن مختلفة طبعا طبعا طب بالمناسبة دكتورة دينا هل كل فيتامين بيبقى معني بيبقى له نقصان الفيتامين بيبقى له عارض بعينه يعني اللي عايز اقوله هل كل فيتامين بيشتغل على الحاجة معينة ولا فيه فيتامين معين بيخدم على اكتر من حاجة لا فيه فيتامينات كتير بتخدم على اكتر من حاجة طبعا زي فيتامين سي فيتامين سي مهم جدا للمناعة جدا بناخده في الكيوي بالزبط كيوي فيه فيتامين سي حلوقاوي الطماطم البرتقان اليوستفان دي كل الحاجات دي اعراض نقص فيتامين سي زي ما انا شفت زي ما انا شفت زي ما احنا شايفين على الشاشة جفاف الجلد والشعر عشان هو بيدعم جدا الجلد والشعر اضطرابات في الجهاز الهضمي المعدة بتحب فيتامين سي وزينك قلتها كذا مرة ومهم جدا الجهاز الهضمي وعملية الهضمي كل مرة بقول معدتي فيها مشكلة أمعائي فيها مشكلة جسمي كله بقى فيه مشكلة لأن الأمعاء والمعدة هم اللي بيساعدوا على امتصاص الفيتامينات من الأكل زور كدمات في الجسم وبطء التقام الجروح الكدمات ستات رجالة يصحوا لقوا كدمات في جسمهم دوروا على فيتامين سي الإصابة بمرض الأسكربوت اللي هو زي ما انا قلت النزيف بتاع اللاثة والحاجات دي وألام المفاصل طيب يقول لي ألام المفاصل وعاد ما احنا عارفينه انه كالسيا اللي دخل فيتامين سي فيتامين سي بيعزز لإنتاج الكولوجين اللي مهم لكل غدا ريفي عشان كده بيقولك على طول كل كوارع الكوارع مليانة كولوجين فمهم جدا ان انا اعزز فيتامين سي لانه بيعزز لإنتاج الكولوجين اللي بينقص بعد سن ستة وعشرين سابعة وعشرين سالة بدأ ينقص لو الكولوجين نقص وشي هيبتدي يبقى فيه تجعيد هيبتدي مفاصلي كلها توجعني ففايتامين سي مهم لده جدا عندي فيتامين اي كانتي اوكسيداد مضاد للالتهابات الالتهابات عندي بتاعلى من حاجات كتيرة جدا التدخين بيعليل الالتهابات السكريات الزيادة يعني فرط في أكل السكريات بيعليل الالتهابات في الجسم الأكل المسبك وكل الحاجات دي الزيوت اللي احنا بنقلي بيها بنقليش أكتر من مرة مرتين بتكتير تترمي على طول لأن كل ما بسخن الزيد ده كل ما يطلع لي أكسادة وكل ما يطلع لي خلايا حرة بتقسي جسمي فيتامين ايه مهم جدا كانتي اوكسيداد مضاد فيتامين بي كومبليكس مهم لكل حاجة كله مشتقات فيتامين بي بلا استثناء الكوبولامين مهم لتعزيز خلايا الدم عندك الثايمين والنياسين من أهم الفيتامينات اللي بتدعم للأيد وتدعم للتمثيل الغذائي هو فيتامين بي بكل أنواعه احنا شايفين على الشاشة نقص فيتامين بي كومبليكس فيتامين بي 12 الكوبولامين تعب شديد لسان أحمر منتقرح اضطرابات في الرؤية زي ما انا قلت البليرد فيجن مشاكل نفسية مشاكل في الزاكرة ليه؟ لأنه بيدعم لي جدا الأعصاب بيدعم لي صحة الأعصاب فيتامين بي وان برضو مشاكل في الأعصاب وفقدان الشهية تضخم في القلب فقدان الزاكرة فيتامين بي 6 تشقق في الشفاء زي ما انا قلت الطفح الجلدي تقلب المزاج وواخذ في اليدين والرجلين مهم جدا أن احنا نأخذ فيتامين بي بتراجيز معقولة يوميا موجود طبعا في اللحوم موجود في حاجات كتير بس السابلمين برضو لغين عنه أعراض نقص فيتامين بي ده اللي بقول عليه الملك اللي هو الكوبا لميل سرعة النيسيان فقدان زاكرة صعوبة في المشي سرعة نبضات القلب تخضر في الأطراف مشاكل في الجهاز العظمي التعب والإرهاق ورؤية غير واضحة وتلف الأعصاب عشان كده بتلاقي كل مرض السكر أو معظمهم الدكتور مع الرشدة سواء بياخد إنسولين أو الأدوية بتاعت السكر بيحب يدعملوا أعصابه بفيتامين بي عشان بتلاقيه على طول عندهم تنميل ففيتامين بي مهم جدا فعلى طول بقول لازم يا جماعة تفهموا قد إيه فيتامينات والمعادة المهمة للجسم ناس كتير مش فهمة فدي حاجة مهمة أن كل مرة أطلع معك أوعي الناس قد إيه الفيتامينات والمعادة المهمة للجسم أوعي للأمانة دي أنت كل مرة بتطلع معنا من ناحية بتدعمي للحاجات التي تتكلم عليها بس من ناحية تانية بتسحبي بأننا كل الأنوع على الأكل يعني كل المقال المقالي وكل التواجن وكل الصواري لا أقول لك على حاجة ناكل بالمعقول مش حلو إن أنا أحرم نفسي بس ما يبقاش حلة محشي 2 كيلو أكله يعني بتلاقي ناس بتخلص ده ما ينفعش إن أنا أصحى الصبح أفطر على مياه غازية هو ده اللي بقوله لكن ناكل كل حاجة بالمعقول لأن أي حاجة بتزيد على الحاجة بتتقلب ضد ترجمة نانسي قنقر